مساء الخير والسعادة كل سنة وحضراتكم طيبين رابع أيام عيد الأطحى المبارك يا رب دايما عيادنا وأفرحنا واحدة بإذن الله والحق أنه أجازة العيد عند المصريين لها أشكال كتيرة يعني يمكن ناس تسافر لأهليها الناس اللي بتشتغل بعيد عن أهلها أو بتتعلم بعيد عن أهلها ينتهزوا أجازة العيد ويروحوا يقضوها مع عيلتهم وفي ناس تخرج تروح السينما وطبعا خروجت السينما في العيد لها طعم مختلف وخرجة مميزة جدا للعيد وإحنا عندنا مجموعة من الأفلام الموجودة في السينما وحيكون معنا فقرة النهاردة بنتكلم فيها عن أفلام العيد وقراءة كده لإرادات الأفلام وكل ما يدور داخل دور السينما في العيد وفي ناس كتير بتاخد برضو أسارها وتنزل بقى الشارع تروح الحضائق العامة واللي يروح ملاهي عشان الأطفال تلعب وحضائق الحيوان يعني حقا أنه برضو في مجموعة من الناس اللي ممكن تحب أنها تروح متاحف أو معابد يروحوا يزوروا الأهرامات والجو كمان السنة دي في العيد الحمد لله يعني ممتع جدا فساعد أنه الناس تقدر تخرج كمان وإحنا كمان العيد بقى جاي مع أجست الصيف فالناس يعني فيه بقى إقبال كفيف زي محضراتكم كده شايفين صورة لكل المدن الشاطئية في مصر عشان الناس تستمتع بالبحر ويعني زي ما احنا كده بنقول الهوى يعني يرد المصر على كل الشواطئ المصرية والحقيقة أنه إحنا عندنا يعني مدن ساحلية عدة ساحرة سواء إحنا بنكلم على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط من شرم الشيخ والغرداء ومرسى علم والعين السقنة ونروح لمدن البحر المتوسط والعالمين الجديدة والساحل الشمالي ومرسى مطروح وبرسعيد ودميات ورس البر والحقيقة أنه يعني مجموعة مدن المدن الساحلية المصرية ساحرة وطبعاً ما نقدرش يعني نتكلم على كل المدن الساحلية وننسى اسكندرية المدينة الساحرة اللي دايماً لها رو نقاص بيها وشواطئها هي طول الوقت يعني قبلة للناس في أيام الأعياد وفي الصيف وزي ما حضراتكم كده شايفين على مدار أيام العيد الأربع وفيه نسبة إشغال تقريباً توصل لـ 90% في شواطئ اسكندرية ويعني الحقيقة أنه ده بش بس هيكون في عيد الأطحى احنا متعودين على اسكندرية كده طول الصيف بيكون فيه إقبال من كل الأسر المصرية علشان يروحوا يصيفوا ويغيروا جو ويعني الناس برضو يمكن طالعوا من المتحانات سنوية عامة خدوا برضو هدنا كده يمكن سافروا يومين الناس اللي طول الوقت بتشتغل بيبقوا منتظرين أجازة العيد والأجازات الصيف علشان يقدروا أنهم يصيفوا ويغيروا جو ويستمتعوا بشواطئنا السحيرة الحقيقة أنه يعني العيد فرصة كبيرة كمان للتجمعات العائلية والعزمات والأكيد كلنا بنبقى محتاجين التجمعات دي لأنه بنبقى مشغولين طول الوقت في الشغل واللي عنده مذاكرة فدايماً برضو تجمعة العيلة دي هي كلمة السر في الأعياد وهي الزاد اللي يعني بيخالينا قادرين بعد كده نرجع ونشتغل بعد ما بنبتجمع جوه البيوت اللي لسه جدته عيشة أو جده عيش وبيستمتعوا بوجودهم في بيوتهم أو حتى لو أنت بتروح لولدك ووالدتك وتتجمع أنت وأخواتك الأغاني اللي احنا متعودين عليها في الأعياد يعني الأعدات اللذيذة كده بتاعت كل العائلات دي بتفرق معنا جميعاً أعتقد أنه ده مصدر الفرحة الرئيسي في الأعياد يا رب دايماً أيامنا أعياد وأفراح ومصر كلها بتفرح يا رب دايماً مصر كلها بخير كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أطحى مبارك